اشتركوا في القناة 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 ايه ما حصل كل ما جي اخشع مش عارف اخشع ليه لان حضرتك القلب مليام طافح شهوات وشبهات كل ما تيجي تحشر الخشوع في القلب يقع بره القلب خلي بالك من التقصيل ده لان الفضل لا مهم جدا كل ما جي احشر الخشوع في القلب يقع بره فما لاقهوش الاقي تاني لا انا عارف اركز في القرآن ولا انا عارف اركز في التسبيح ولا انا عارف اركز مع رب العزة واستشعر جلاله وعظمته وقدرته ليه لان كل ما بجي احشر الخشوع بيقع خارج القلب مالوش مكان اه اعمل ايه طيب عشان ادخل خشوع اخلي شوي لابد من التخلية قبل التحلية ما تنساش مني دي لابد من التخلية قبل التحلية تابع ما قولنا انا موافق معاك اخلي ازاي هو ده الكلام بقى التنظير مينفعش التنظير مينفعش التنظير يعني ايه يعني الكلام النظر اللي انا حاوله ده مش ممكن حترزق به الخشوع الا اذا خدتك خريطة ومشيت على الخريطة عشان تنفذ وتبقى عمل تبقى خريطة الطريق بس مش خريطة الطريق الكذبة البكاشة اللي انتو عارفينها لا خريطة الطريق بقى تدلك على الحق تدلك على الخشوع الحقيقي انك اقول لك اول شيء خلي بالك بقى لابد ان تعرض قلبك لمواد الايمان ولبيئة الايمان وان تبعد قلبك عن مواد المعاصي وبيئة المعاصي جاء الرجل الذي قتل مئة نفس الى العالم فقال لو اترك ارضك فانها ارض سوء وذهب الى ارض كذا فان بيئة اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم اه يبقى لازم اغير البيئة بقى لاننا عمل اتنفس هوا معصية وشم هوا معصية واشرب معاصي واكل معاصي او اكل وشرب بقى ولا حول ولا قاتل الا بالله كل لحظة انا في معصية طب وبعدين اجي في لحظة كده اوز احشر خشوع لا مستحيل يبقى اخل الاول والاخلاء بالعمل باننا ابتعد عن بيئة المعصية على قدر المستطاع واعرض بس بيئة الايمان واعرض نفسي لأهل الايمان اسمع بقى عن الله واسمع عن رسول الله وما تستعجلش يعني مش بعد الحلقة دي حضرتك تجي ما تلاقيش الخشوع في صلاة المغرب تقول لا 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 ده كلام ده كلام كله كلام فاضل وانا لا امتظر واصبر لان ده ما بيجيش بالتنظير لكن بيجي بالعمل يجي بالشغل يبقى اول شي ان انا اعرض نفسي لديئة الايمان والمواد الايمان لان الايمان بيزد بالطاعة وبينقص بالمعصية طب الامر التاني احافظ على الصلاة في اوقاتها بس قبل ما تروح المسجد ياريت تروح بدر شوية تروح ما تروحش على الصلاة حاول تروح بدر شوية اذا ما كنتش متبع للسنة لان الاتباع ايه الاتباع ان انا اصلي السنة في البيت اصلي السنة في البيت وبعدين اذب الى الفريضة طب انا لو اتفضرت في البيت بعض اخواني والاك مش هصلي طب خلاص اروح مبكرا شوية الى المسجد واصلي تحية المسجد ركعتين وبعدين اهيأ قلبي تهيأة اخرى ابدأ اصلي السنة كل ده تهيأة للقلب لحد ما يأتي المؤذن ويقيم الصلاة وادخل على الفريضة يبقى القلبي هوية ياخد الفريق القومة بيكون عنده مطش كبير بيعمل معسكر بيعمل معسكر مش كده وليه ما انتو حرفت كورة يعني والمشيخ مش درويش يعني عارفين كل حاجة ان شاء الله فبيعمل الفريق القوم المعسكر ايه المعسكر ده المعسكر ده الهدف منه شحن معنوي شحن معنوي افتداء يشحنه شحن معنوي يعمل له معسكر يبعده عن كل حاجة يشحنه شحن معنويا عشان الفوز وبعد كده تأتي التمرينات بقى يبقى شحن بدي فانا بقولك اقف في الصلاة صلاة النوافل اشحن قلبك شحنا ايمانيا ليصبح القلب مهيئا للقيام بين يدي الرب في الصلاة الفريضة طيب تلاتة حافظ على الذكر ذكر يحلي القلب وانت في عربيتك وانت في البيت زبتك بتجاهز الطعام ما تعملش مشكلة روحت البيت لسه ما خلصوش ولا حاجة انت عاملة قضية ليه ما تعد انت والله العظيم لو انت فهمها صح وحسبها صح والله يتفرح نص ساعة كمان كويس او قاعد في البيت شغل بالذكر شغل بالذكر الله شغل بالتسبيح ومصلى ركعتين وظف الوقت توظيفا ايمانيا يبقى الذكر وحي القلب الامر الرابع خليك في صحبة تذكرك بالله وبعد عن الصحبة اللي بتأزك ازدن على المعصية لا تصاحب الا مؤمنا ويأكل طعامك الا تقي شايف علاج انت حضرتك متصار انه ملوش علاقة بالخشوع لكن هو ده الاسباب العملية الحقيقية ليحصل القلب الخشوع اسأل الله ان ارزقناكم الخشوع فاجتهد شوية واشتغل شوية وبإذن الله تحس بالمتعة وهتحس باللذة وهتحس بالقرب وهتحس بان اسعد لحظات حياتك وانت مع ربك هتحس بالانس الحقيقي وانت مع الله عز وجل اعلم انه لا يتذوق حلاوة الانس بالله الا من خرج من سجن الهوى الى ساحة الهدى ومن ضيق الجهل بالله الى فضاء العلم بالله ومن نجاسة النفس الى طهارة القدس اسأل الله انه طهرني وإياك انه لي ذلك اشتركوا في القناة